قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للأعمار والبنية التحتية إن الخبرة الوطنية على الصعيد العقري بلغت أقصى مستويات نضوجها بتفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى يده الله بالمصادقة وإصدار قانون تنظيم القطاع العقري وأكد معاليه أن تلك الخبرة الوطنية لم تتأتى إلا بعد أن نالت السوق المحلية ثقة المستثمرين وباتت تعرف بمتانة الضمانات التشرعية الحامية لمصالح المتعاملين فيها والقدرة على معالجة كل أمر يطرأ على هذا القطاع بالقانون علاوة على التجربة المتراكمة التي اكتسبها العاملون في هذا القطاع الحيوي وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة قد رعى صباح اليوم افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية في دورته العاشرة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث أكد أن قانون تنظيم القطاع العقاري الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ كليا في الأول من مارس المقبل يمثل تحولا تشريعيا يعكس الاعتناء الذي يحظى به هذا القطاع الذي يعتلي قائمة القطاعات المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 5% العام الماضي وفي هذا الصدد توجه معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على موافقة المجلس العام الماضي على إحالة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري إلى السلطة التشرعية التي أقرت مشكورة هذا القانون بكل حكمة ومسؤولية وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القيد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به هذا القانون من اهتمام ومتابعة تعكس أهمية القطاع وقال معاليه إنه من حسن الطالع أن يتزامن انعقاد هذا المعرض مع ما تشهده السوق في البحرين من أجواء صحية ومواتية تماما رغم التحديات تهيئ لفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات من بينها الموافقة على إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري والتقدم المحرز على صعيد معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة واستقرار حركة إصدار تراخيص البناء الاستثماري ومعدلات التداول العقاري فضلا عن مشاريع تجارية استراتيجية نترقب الانتهاء منها لتباشر عملياتها خلال هذا العام والعام المقبل كما نوه معاليه بالنجاح المتحقق على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويأتي على رأس هذه الشراكة التعاون بين القطاعين في برنامج مزايا بالإضافة إلى موقف جمعية التطوير العقاري البحرينية المساند للإجراءات الحكومية لتحقيق الاستدامة للبنية التحتية وذلك من خلال العمل وفقا لمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير اشتركوا في القناة النسخة العاشرة منه هي إثبات لأهميته من جديد في الكشف عن أبرز الابتكارات التي طالت المجال العقاري معرض البحرين الدولي للعقار 2017 بوابة تشرع من خلالها كبرى شركات التطوير الإسكانية والتجارية إلى عرض ما لديها من نماذج حاكة العصرية والحداثة من كل جانب وما يزيد الأمر ثقلا وثقة بجدوى القطاع العقاري في تنشيط بيئة الاستثمار المحلية على وجه الخصوص هي تلك القوانين التي تؤطر العمل العقاري في البحرين وتفتح المجال أمام كل راغب في قنص الفرصة باستثمار حقيقي لا تشبه شائبة في الواقع مشاريع كثيرة ومما يساعد على القطاع العقاري وتنمية القطاع العقاري صدور التنظيم الجديد لتنظيم القطاع العقاري الذي سيساهم بصورة كبيرة في تنظيم هذا القطاع بالنسبة إلى المطورين وبالنسبة أيضا إلى الجهات الأخرى إن كانوا مثمنين أو وسطاء في هذه العملية وعليهم أن يستعدوا لتطبيق هذا القانون الذي سيطبق خلال الربع الأول من العام القادم فإن شاء الله يكون هذا تطور بالنسبة إلى القطاع العقاري كذلك يجب أن لا ننسى أن القطاع العقاري في الواقع حصل على ثقة كبيرة بتطبيق قانون المشاريع المتأثرة التي انتهينا بكثير منها فهذا يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين في قوانين وأنظمة البحرين 120 مشروع عقاريا بقيمة 20 مليار دولار قدمها 65 عارضا من داخل المملكة وخارجها أودعوا كبرى آمالهم الاستثمارية في حسابات المعرض الذي ضم العديد من النماذج ممن اختلفت عن بعضها في التصميم والنوعية وطبيعة تلك العروض التنافسية ذات القيمة العالية والجودة في البناء أفضل سوق عقاري في المنطقة اليوم في البحرين والدليل مشاريع اللي نشوفها فيه مشاريع حقيقية فيه طلب حقيقي وهذه اللي نشوفها أنا سميه عرس لقطاع صناعة التطول العقاري اليوم ما شاء الله نشوف مشاريع كثيرة متطورة واستثنائية يعني ما قد شفناها من ناحية التصاميم من ناحية حتى الحجم من ناحية المكسيوز أنا أعتقد يعني ما شاء الله الشركات اليوم نشوفها كبيرة وفيه شركات جديدة داش السوق وهذه يعطي يعني ثغة أكثر بالنسبة عن سوق التطول العقاري معرض استطاع أن يحشد أضخم تجمع للمشاريع العقارية البحرينية وغير البحرينية ليساهم في تهيئة أجواء تجارية مثلة تتمثل بلقاء المستثمرين والمشترين والممولين داخل محيط واحد تعرف سوق البحرين سوق واحد وفي كثير من المستثمرين الخليجيين يجي للبحرين عشان يدخل في مشاريع اقتصادية في البحرين الشركات الموجودة معرض طبعا كلهم بحرينية إقليمية لها بعض طويل في الخبرة في العقار وفي الهندسة طبعا المنافسة جيدة للجميع وهذا يحسن طبعا من جودة العقار الموجودة أو المشاريع الموجودة للمواطن بايبكس في صورته العاشرة نجح على مدى العقد الماضي في ترسيخ مكانته كواحد من أهم المعارض العقارية على مستوى المملكة ترويج مقنن يتفنن بالقيام به معرض البحرين الدولي العقار الذي بات فيهرسا استثماريا تسترشد به الشركات المنافسة من داخل البحرين وخارجها لمعرفة فحوى تلك المنتجات العقارية المتنوعة التي يفسح عنها السوق بين الفترة والأخرى لتلفزيون البحرين محمد رشدات